اهلا بكم مشاهدين في المناظرة اليومية مع استمرار وصول وفود من المسؤولين والاكاديميين الاماراتينين الى اسرائيل وذلك في اطار تبادل الوفود بين البلدين جاءت زيارة هذه الدفعة منهم التي وصلت اليوم الى اسرائيل بالتزامن مع اعلان التطبيع بين اسرائيل والمغرب وبعد اعلان السلطة الفلسطينية يعادت سفرائها الى كل من ابو ضبي والمنامة بعدما كانت قد استدعتهم للتشاور احتجاجا على اتفاقيات التطبيع بين اسرائيل وكل من الامارات والبحرين السلطة الفلسطينية اعربت عن استيائها من الاتفاق التطبيعي الاسرائيلي المغربية ولكن لحجة الرفض الفلسطينية كانت اقل حدة من تلك التي شهدناها بعد اتفاقيات التطبيع الخليجية الاسرائيلية فهل سلمت السلطة الفلسطينية الى ان قطار التطبيع لا يمكن ايقافه ومن الافضل الانضمام اليه والا تشكل هذه الزيرات والاتفاقيات توقن جال الحكومة الاسرائيلية ونتنياهو الرافض لمبدأ حل الدولة الفلسطينية التي يمكن لادارة جو بايدن اعادتها الى طاولة قريبا خلت بدأنا من القدس الرئيس الاقليمي للمركز البريطاني لدرسات الشرق الاوسط السيد امجد طاها وايضا من القدس ينضم الي الوزير الفلسطيني الاسبق السيد اشرف العجمي اهلا بكم ودعوني ابدأ هذه المناظرة مع السيد امجد يعني بداية نتنياهو في معزق داخلي اسرائيلي الا تساعده زياراتكم هذه على ان يقول الاسرائيليين انظروا الى ثمار السلام وبالتالي انقاذوا من هذا المنزق السياسي طبعا هنا امثل نفسي وامثل المركز البريطاني لدرسات الشرق الاوسط وكبريطاني عربي متابع لما حصل من سلام بين مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة وكذلك ان قطار السلام لن يتوقف كما قلنا سابقا وقلتها على برنامجكم عندما انطلق من الامارات العربية المتحدة لن يتوقف الا ان كل العواصم العربية وكل العواصم الاسلامية تصل الى المرحلة اعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية مع دولة اسرائيل الحرة والابتعاد تماما عن التطرف ولهذا لان كما تعرفون وحتى ضيفك من العجعم عندما تحدث في 2017 عندما تحدث عن السلطة الفلسطينية وفسادها وتحدث عن تعاونها المباشر مع دولة اسرائيل لوقف الارهابيين واحتقالهم في وقتها هاجموا بعض الناس وطالوا بمحاكمته ثم الان ولهذا اصبح سابقا وبسبب فساده كذلك لان هذه السلطة الفلسطينية تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول وكل ما يهمها يهمها المال لا يهمها الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الذي رأيناه في القدس أن نحاصد على احترام الطرف الآخر رأينا الشعب الفلسطيني في القدس يعيش بالجنب الشعب الإسرائيلي بأمن وأمان واستقرار نعم دعني أنتقل إلى سيد أشفاء العجم يعني السلطة الفلسطينية من طرفها أعادت سفراءها إلى أبوظبي والمنامو ولو كانت هذه الزيارات والاتفاقيات مزعجة لماذا أعادت السلطة هؤلاء السفراء إلى بلدان كالإمارات والبحرين يعني قبل أن نجيب على هذا السؤال في الواقع أريد أن أرد على الضيفك تفضل يعني الذي يتحدث لا أعرف إذا كان يتحدث باسم عربي ولا باسم بريطاني ولكن الكلام الذي قاله غير مقبول بالمرة يعني أنا لما أقول السلطة فاسدة وأنا فاسد بما معنى وكل الناس فاسدين قلت في يوم 12 ساعة 2017 والشعب الفلسطيني طالب في محاكمتك وهناك وسم في وقتها طالب في محاكمتك لا تكذب سيد أمجد الشخص الذي تعنيه موجود شخصيا دعنا نستمع إليه أنتم تكذبون سيد أمجد أرجاء احترام الطرف الأخر دعنا نستمع إليه أنت أكذب وأنت غير محترام لنستفيد من الوقت رجاءة لا نسمح لك أن تكذب سيد أمجد الشخص لك محاكمتك دعنا نستمع إليه لا نستطيع إكمال هذه المناظرة إذا أنت أمجد رجاءة أنت وزير سابق لأنك فاسد سيد أمجد الرجاء احترام الطرف الأخر لا نسمح لإهانات على شاشتنا سيد أمجد طالب بمحاكمتك طالب بمحاكمتك برجاء طرفي المناظرة سأطر إلى انهاء المناظرة برجاء احترام الطرف الأخر وإلا اعترارت أن تكون هذه المناظرة كميسة الإسرائيلي وتحطفت إن الأسرة إن دفع رواقب الأسرة يدعم العرض ضيفي العزيزين هل ليس كذلك؟ ضيفي رجاءة لنستمع إلى الصرف الأخر سيد أمجد أخذش عن وقتك في التعبير عن رأيك والإجابة أعطي السيد أنت تكذب استهي على وجهك استهي على وجهك أنت برجاءة برجاءة لتحترم هذه الشاشة رجاءة أنت لا تستحق أن تستضاف فرصة أخيرة للطرفين لنعود إلى أداب الحوار رجاءة انت شعبك الفلسطيني طالب بمحاكمتك شعبك سيد أمجد جعلنا نستمع إلى السيد أخذش لذا أخير عندما ذهب الكنسة واصفت دفع الرواتب الأسرة دفع الرواتب الأسرة قلت جاءت بالأمن هل لم تقول هذا؟ هل لم تقول هذا؟ هل لم تقول هذا؟ هل لم تقول الشيطان سيد أمجد سيد أمجد أنتم زي الفيروسات وأنا هرى أدير المناظرة رجاءً سيد أشرف بس الحمد لله وجدنا الفاكسين لكورونا الحديث ليس فات في الكورونا الآن دعي سيد أشرف يتمم الفكرة هو لم يقاطعك فأعطيه حق الرد خطر سيد أشرف لأنه ذهب للكنيسة الإسرائيلي سنعطيك حق الرد دعنا استمع له أولا أصر الفلسطينيين يأتي بالعنف هو من قال ذلك في 12 تسعة 2017 طيب أصلت الفكرة دعا سيد أشرف الزيارة الآن الزيارة الآن سيد أشرف العجمي نحن نتحدث عنه بالزبط هذا ليس الموضوع هذا ما قلت من الكنيسة الإسرائيلية أنت قلت ذلك من الكنيسة الإسرائيلية الموضوع ليس موضوع أمجد ليس موضوع أشرف سيد أمسر الأشرف الفلسطينيين من الأقصى المبارك لن نسمح لك ولن نتحاور مع ناس مثلك فاسدين لن نتحاور مع المجرمين لماذا سحبت السلطة الفلسطينية سوفراءها وأعذبهم من جديد إذا كانت كذا جيارات مزعجة لها برجاءة تقليد من موضوع الحمق لنضع المواضيع هذه على جنب موضوع اليوم ليس سيد أشرف وليس لا تستحق إلا السجن أنت عليك أن تكون بالسجن شعب الفلسطينيين طالب محكمتك وطالب بمحكمتك برجاء احترام ضيفي برجاء احترام ضيفي والأسفل فلسطينيين يأتي بالعلم أنا مناضل عليك الاحتضار سيد أجل لا أسمحيها الضيف الآخر الرجاء لن أسمع للمجرمين سماع مثل هذه الناس يجب أن نسمع حيثل ولن نسمع حيثل لن نسمع للنازل لن نسمع للمجرمين أنت مجرم وأنت مصبوب للمحاكمة وأنت مجرم وأنت راسد سيد أجل أني أتوجه عليك الآن أن تتذب سيد أجل أني أتحدث إليك أنت محاكم العجرمين سيد أمجد رجاء الموضوع ليس تصفيد حساباتنا وليس موضوع سيد أشرف دعنا نلتزم لسيد أشرف في موضوع الحلقة لماذا سحبت السلطة الفلسطينية سفرة تفضل برجاء سيد أمجد أن لا يتدخل المخرج لو تقطع الصوت لسيد أمجد لأسمع لا سيد أشرف برجاء الاحترام هنا الضيوز يجب أن يحترم لننتزم بموضوع الحلقة إذا كنتم ستدخلون على خط الآخر برجاء إغلاق الصوت هذه أخلاقهم شفتي ليس لديه شيء يسب يا رجل يا رجل يا جماعة موضوع الحلقة واضح من الحل المبارك يسب وفطلع من عمشانين سيد أشرف سيد أشرف من الناس الطيبين أهل السلام لنعود إلى الجانب الدبلوماسي في هذا الحوار واحترام الرأي الآخر لماذا سحبت السلطة الفلسطينية الصفراء وأعادتها من جديد إذا كانت هذه الزيارات مزعجة هي بدون شك مزعجة وهي بدون شك خروج عن المبادرة العربية للسلام ولكن في نفس الوقت القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لا تريد أن تدخل في صراعات ونزاعات مع الدول العربية بالرغم من الألم والجراح التي تسببت بها هذه العملية عملية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بدون حتى أن تكون القضية الفلسطينية جزء من هذا الحوار وهذا بالرغم من ذلك القيادة الفلسطينية تعض على الجراح وتحاول لملمة الأمور والعودة إلى ترتيب الصف العربي على أسس واضحة والاستفادة قدر الإمكان مما حصل ولكن هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والقوى الفلسطينية مبسوطة ومرتاحة من هذه العملية عملية التطبيع والتتابع بين الدول العربية وكل دولة عربية لها حساباتها الخاصة وهذا خارج عن ما اعتاد عليه الفلسطينيون والعرب سواء في القمم العربية المتتالية أو في المواقف التي كانت تسمى مواقف الإجماع العربية التي على ما يبدو لم تعد قائمة الآن مع ذلك نحن معنيون لملمة كل الوضع العربي معنيون بأن يتم ترتيب العلاقة العربية العربية بين القيادة الفلسطينية بين فلسطين والدول العربية وبين الدول العربية نفسها حتى نعود إلى موقف يحظى بالحد الأدنى من الاتفاق العربي أو الإجماع العربي حتى لا تصبح عملية التطبيع مع الاحتلال عبا على الشعب الفلسطيني بالعكس أن تكون محاولة لاستثمارها بالاتجاه الآخر وليس كما جرى في المراحل السابقة دعني أنتقل إلى السيد أمجد وأطلب منه هنا طلب رجاءة التقيد بموضوع الحلقة اليوم البعض يقول أن الجول الأربع المطبعة لم تحصل على أي شيء مقابل تطبيحها بينما إسرائيل حصلت على مفتيح العالم العربي وأنتم اليوم بهذه الزيارات تساعدوها أكثر في معضيها الداخلية حتى الناس تريد أن تسافر تريد أن تذهب إلى السلام أما فيما يخص الدول العربية التي ذهبت إلى السلام بالعكس هناك الكثير من التبادل الاقتصادي التبادل التكنولوجي التبادل العلمي التبادل الفني السلام دائما أفضل بكثير من الحروب أما فيما يخص تقيدي بالموضوع أنا متقيد تماما بالموضوع وموضوعي جدا لكن من الخطأ جدا أن تأتونا بوزير يطالب الشعب الفلسطيني بمحاكمته لأنه سيد أمجل ما الذي قدمته إسرائيل لهذه؟ لا تقاطعيني دعيني أكمل الجملة نحن ننحرف عن ساق الحلقة دعيني أكمل الجملة لم تعطني جواب لم تعطني جواب واضح أعذني سيد تاه سأكمل الجملة لا أعطيتك الجواب أعطيتك الجواب في إمكانك تغطع الجواب في أي 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 كيف ما ردتي بس خلينا أكمل الجملة ثم أسأليني سؤالك أكمل الجملة من الخطأ جدا من الخطأ جدا أن تأتينا بوزير سابق وهو سابق لأنه يفاسد بوصفة قال نحن نحترم ضيوفنا ولا يجب أن تمي علينا من خار لهذه المناظرات سيد أمجد إذا لم يكن لديك سيد أشرف برجاء التقييد بأداب الحوار سأكمل الجملة لأنه لا تكمل الموضوع لا يوجد حالة لا يوجد حالة لا يوجد حالة جاي لا أذكر تاريخ لا أذكر تاريخ أنا أذكر تاريخ وقال دفع الرواتب للأسرع الفلسطينيين يأتي بالعرض سيد أمجد سيد أمجد 12-9 ما الذي قدم للجوال المطبعة من الجانب الإسرائيلي حتى اليوم ليس موضوعنا الأسرع يا سيد أمجد السؤال واضح السؤال واضح أكمل الجملة هذا ما حكونا الإسرائيليين الجواب واضح لا تأتين بأبو بكر البغدادي لتحاوريه لا تأتين بهتنر لتحاوريه دعني أني هذه المناظرة للأسف أن الموضوع لم يصل لضيوفنا وهناك دخول على خط الآخر شكر جزيل للوزير الفلسطيني الأسبق أشرف العجرمي ومن القدس الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدرسات الشرق الأوسط أمجد شكرا لكم وأنتم مشاهدين عذرونا والشكر موصول إليكم أعود ونلقاكم في مناظرات أخرى إلى اللقاء